اشتركوا في القناة وأكد سعادة المندوبة الدائم خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ومنظمة اليونيدو متنيا سعادة على الجهود اللافتة التي يقوم بها مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين بسبيل تعزيز القاعدة الصناعية في المملكة بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة من جانبه رحب سعادة السيد سيونغ زو بسعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهمه الجديدة مشيدا بالدعم المستمر من البحرين لمبادراته وبرامج المنظمة وأهمها المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار الذي حقق نجاحا كبيرا في نسخته الخامسة التي عقدت في البحرين تزامنا مع القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين مؤكدا تطلعه للمزيد من التعاون والشراكة مع المملكة ترجمة نانسي قنقر